أجبرت بطلة المبارزة الأمريكية المسلمة ابتهاج محمد على قضاء ساعتين رهن الاعتقال في إحدى المطارات الأمريكية عندما كانت عائدة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جينيرو البرازيلية وقالت البطلة المسلمة إنها شعرت بالإحباط والغضب بعد احتجاز الكثير من المهاجرين أو الأمريكيين من أصول مهاجرة قبل أسبوعين في عدد من المطارات الأمريكية ومنعهم من الدخول إلى أمريكا ولم تقدم الجهات الأمنية تفاصيل عن أسباب احتجاج البطلة الأولمبية لكن هذه الأخيرة ترجح أن السبب هو كونها مسلمة وتحمل اسما عربيا